اشتركوا في القناة مجموعة المؤسسين بعد أشهر وكانت جامعة الدول العربية قد تأسست قبلها بعام واحد أي في العام 1945 توسعت الجامعة العربية في النصف الثاني من القرن العشرين حتى باتت التضم 12 دولة عربية عقدت الدول العربية بعد القمة الأولى ما يقارب خمسين اجتماع قمة بين قمة عادية وطارئة واقتصادية كان آخرها اجتماع القمة في المنامة البحرين في السادس عشر من شهر أيار عام 2024 اقترحت سوريا في اجتماع تأسيسي للجامعة في العام 1944 بأن يكون اسم هذا التجمع العربي التحالف العربي فيما رأت العراق بأن الاسم يجب أن يكون الاتحاد العربي ولكن مصر اقترحت اسم الجامعة العربية وبعد المداولة بين الأعضاء الستة التي حضرت الاجتماع في العام 1944 تقرر تسميتها بجامعة الدول العربية بما عرف ببروتوكول الإسكندرية وما زالت تحمل هذا الاسم حتى اليوم ترجمة نانسي قنقر هاكت screeوفل كذلك